موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم جميعا وكل عام وأنتم جميعا بكل خير بالتأكيد أكثر من ملف بيفرض نفسه على هذه الحلقة على كل الحلقات ربما ليس في مصر إنما في كل أنحاء الإقليم حيث نتائج هذه الجولة المصرية الناجحة والناجعة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وبين قوات الاحتلال الإسرائيلية وما تبعها من إشادة ومن امتنان عالمي للدور المصري أيضا لا يمكن أن نغفل هذا التوجه العسكري المصري للقيام بهذه المناورة التاريخية حمات النيل مع الجانب السوداني لا يمكن أيضا أن نغفل أو نتغافل ما يجري هناك في غرب أفريقيا حيث المعلومات المتناثرة المتواترة حول مقتل زعيم تنظيم بوكو حرام كل هذه الموضوعات ربما بتفرض نفسها مع ما يجري في مصر اليوم أو ما جرى في مصر اليوم بشكل عام أبدأ بالموضوع الأهم وهو الدور المصري في غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أن أبدأ أقول بأنه نلحظ ونلاحظ ونراقب والجميع ربما يراقب هذا عودة الدور المصري مرة أخرى عادت مصر إلى دورها ومكانها ومكانتها مرة أخرى نحن لا نسوق أمالا كاذبة وإنما ننقل من الواقع بالأمس القريب أثبتت مصر أنها عادت بقوة إلى مكانها في الإقليم لتقود هذا الإقليم لتقول كلمتها في هذا الإقليم لكي تصبح مصر رقم مهم أو الرقم الأهم في المعادلة الإقليمية وجملة مفيدة حقيقية بمفردات القوى المصرية على مستوى العالم لا أبالغ ولا أقاعر ولا أحدب وإنما أنقل من بين ثنايا الحقيقة التي تابعها الجميع لكننا هنا في مصر ربما لا نرى الصورة على حقيقاتها لأننا صانعوا هذا العمل وهذا الإنجاز مصر عادت ودليل عودة مصر في أكثر من ملمح أجملها فيما يلي أولا عارت مصر على صعيد القضية المركزية القضية الفلسطينية قالت مصر كلمتها فاستمع الآخرون عندما كان صوت مصر خافت كان صوت أشباه الأشباه هو الأعلى عندما عارت مصر توقف كل هؤلاء عن الصياح عن الصراخ واستمع الجميع لقولة ورأي ووجهة نظر الدولة المصرية كانت الدبلوماسية المصرية تتحرك وفق أجندة واضحة وفق مفردات ومعطيات بتستند على القانون وبتستند على الحق وبتستند أيضا على القوة ما جرى في القضية الفلسطينية أهم ملمح أن مصر عادت إلى مكانها مرة أخرى دليل على ذلك أن مصر باقية في مكانها بتتحرك بتنتقل بتعلو تعود تركيا إلى مصر تعود قطر إلى مصر تعود حتى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تعود حماس إلى مصر تعود السلطة الفلسطينية إلى مصر كل الدول تراجع وتناقش وتذهب إلى الدولة المركزية اللي هي مصر بصرف النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع كل هذه المكونات إلا أنه أصبحت مصر هي البوصلة التي ينظر إليها الجميع ويهتدي بهديها الجميع هذه كانت مقدمة لازمة قبل أن أدخل فيه ما جرى على مدار 11 يوم كانت القوات الاحتلال الإسرائيلي بتقوم بعمليات إحنا تعودنا أن يكون هناك اعتداءات غاشمة وتكون هناك عمليات قتل وعمليات تشريد وعمليات تخريب من الكيان الإسرائيلي على مدار عقود مضط كانت دائماً مصر بتتوقف وبتقف لتحاول وقف النزيف الفلسطيني لأنه كل هذه الصراعات الضحايا الأسيين فلسطينيين يعني في 11 يوم استشهد أكتر من 250 فلسطيني منهم أكتر من 60 طفل منهم أكتر من 40 امرأة منهم مسنين منهم أكتر من 1900 من المصابين إذن الجرح فلسطيني والألم فلسطيني والدمار فلسطيني والتكلفة فلسطينية والفطورة فلسطينية هذا ما جرى بصرف النظر عن المسببات إلا أنه في النهاية نحن هذا الجيل تابعنا في 2014 تابعنا في 2010 تابعنا في 2008 تابعنا في 2006 الكثير من هذه الأمور هذه المرة تدخلت الإدارة المصرية لأن الإدارة المصرية ليست وسيطة وليست خارج الإطار وإنما القضية قضية مصرية ونحن منذ البداية قلنا بأننا لا نتاجر بالقضية الفلسطينية وإنما هي قضية العرب المركزية تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بدبلوماسية هادئة ربما تكون صامتة وحرك الأحداث في اتجاه حقم دماء الشعب الفلسطيني بما لدينا من تواصل حقيقي مع كافة الأطراف في المنظومة كافة الأطراف لدينا اتصالات وتواصلات دائمة أدت في النهاية إلى نجاح مصر في الوصول إلى وقف إطلاق النار مساء الخميس الماضي مصر اتصلت بكل الأطراف سواء الحركات المقاومة في فلسطين في غزة في الضفة الغربية سلطة الفلسطينية مع إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد أوروبي كان هناك لغة تواصل مصرية مع الجميع أدت في النهاية إلى ما وصلنا إليه وهو وقف إطلاق النار وتهدئة كاملة بالتأكيد هذا العمل أو هذا الإنجاز كان مدعاه للفخر لكن الحقيقة تراقبون معي بأن الرئيس لم يخرج ويدلي به تصريحات صحفية وإعلامية وبيانات أننا نجحنا في هذا لأن الرئيس بيعمل في صمت الإدارة المصرية بتعمل في صمت العالم هو الذي تحدث العالم هو الذي قال قولته بأن مصر نجحت في إيقاف النزيف ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية وجدنا إشادة من الدول العربية إشادة من الداخل الفلسطيني من السلطة الفلسطينية من الفصائل الفلسطينية حماس من الجهاد إلى آخره وجدنا إشادة من الجانب الإسرائيلي نتنياهو وحكومته وجدنا إشادة من الدول العربية في السعودية وفي العراق وفي الإمارات وجدنا إشادة من الجميع وجدنا إشادة من الاتحاد الأوروبي وجدنا إشادة من الصين وجدنا إشادة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الذي اتصل بادرة بالاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس وتبادل الجانبين وجات النظر حول القضية وأبدأ الرئيس الأمريكي يعني فخره وتهنئته وامتنانه الشديد للدور المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين نجحوا وفق ما صرح به البيت الأبيض الأمريكي بأن مصر نجحت في حقن الدماء في وقف نزيف الدماء في وقت صعب بإجراءات مصرية فريدة تحدث البيت الأبيض تحدث الرئيس الأمريكي في المكالمة الهاتفية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه بيشكره وبيشكر مصر وممتن لهذا العمل المصري وأنه مصر دولة محورية دولة فاعلة في الإقليم ده كان المكالمة اللي دارت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي بايدن بعد ساعات عقد بايدن لقاء في البيت الأبيض وألقى كلمة وشكر فيها مصر وقال أن ممتن كثيرا كثيرا للرئيس عبد الفتاح السيسي وممتن كثيرا كثيرا للقيادات المصرية والساسة المصريين على دورهم المهم الذي لو لا ما كانت توقفت هذه الحرب بعد 11 يوم في أمريكا اكتشفنا أنه بالرأي العام الأمريكي كان مهتم بالقضية الفلسطينية على غير المتوقع كان مهتم بضرورة وقف إطلاق النار كان هناك انتقادات لبيدن على بطء الشديد في التعامل مع القضية لكن في النهاية حسمت المعركة أو حسمت العمليات الحربية نتيجة تدخلات مصرية وإشهادة دولية من الجميع إلى مصر خليني أشوفنا حضراتكم الكلمة التي ألقاها الرئيس بايدن وإمتن فيها كثيرا للدور المصري وللرئيس المصري نتابع كان لدينا نقاشات مكثفة ساعة تلو الأخرى ومصر وسلطة الفلسطينية ودول أخرى في شرق الأوسط عملت على مساعي لوقف هذا العنف وأنا أعبر عن امتناني لرئيس السيسي وكذلك للمسؤولين المصريين الذين ضعبوا دورا كبيرا في هذه الدبلوماسية ده امتنان أمريكي لمصر امتنان من الرئيس الأمريكي بايدن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر هذا الامتنان ليس منا من أحد وليس يعني موضع فخر منا وإنما ثقة ما جرى بيؤكد لنا أننا على الطريق الصحيح ماضون وبيؤكد لنا ضرورة أن نثق في أنفسنا اللي حصل لازم ناسق في أنفسنا احنا مش قليلين احنا مش دولة صغيرة احنا مش دولة بتتقاذفها الظروف إنما دولة راسخة دولة راسخة أنا فاكر كويس قوي الرئيس في قناة السويس لما قال بلدكو كبيرة ولازم تعرفوا أن بلدكو كبيرة البلد كبيرة بتصرفتها البلد كبيرة بإمكانياتها البلد كبيرة بيكم يا مصريين لما يجي الرئيس الأمريكي ناس كتير والحقيقة خلنا نتكلم بمنطقة اصطراحة يعني الراجل تولى الحكم في شهر يناير يمكن وقال لك الرئيس الأمريكي ومصر والعلاقات وإلى آخره وإحنا قلنا في هذا المكان انسوا فكرة مين بيحب مين ومين بيكره مين السياسة لا تعرف الحب ولا تعرف الكرائية السياسة تعرف لغة المصالح يقف الرئيس الأمريكي ليشكر الرئيس المصري في البيت الأبيض قبل أن يلتقيه ويحادثه تلفونيا ويشكره ليه؟ لأن هؤلاء لا يعرفون إلا لغة القوة ولغة المصالح أنا استفدت إيه؟ أمريكا وقفة عاجزة على إيقاف المعركة الدائرة في غزة مصر بتستطيع من خلال علاقتها بحماس وعلاقتها بالجهاد الإسلامي وعلاقتها بمحمود عباس وعلاقتها بالفصائل الفلسطينية المختلفة وعلاقتها بإسرائيل أن هي توقف هذا النسيح هذه نتيجة الرؤية المصرية إحنا عندنا علاقات مع جميع الفصائل مع جميع الأطراف مصر لي لديها علاقات قوية مع جميع الأطراف بتساعدها في أن تقوم بالتحرك الإيجابي لإيقاف مثل هذه الأمور أنا بقول أنه لابد أنه ننظر نظرة بعيدة ونظرة متأنية إلى ما جرى ومن حق المصريين ومن واجب المصريين نماتخوا أنفسهم ومن حقهم أن يفخروا بما تم إحنا اللي حصل نجاح رائع للغاية وكمان على بعد آخر القضية الفلسطينية عادت إلى لب الأحداث وإلى لب اهتمام الناس القضية الفلسطينية اللي كانت اتناست كانت القضية الفلسطينية في خبر كان كانت القضية الفلسطينية ضاعت فالقضية الفلسطينية بعد 11 يوم من الدماء أنا بقول للـ 250 اللي راحه دول دماءهم أبقت القضية متوهجة وأنا بقول رأيه وبقول تماما أنه المصريين اللي كانوا زعلنين من حماس وما زالوا زعلاني من حماس وانا واحد منهم بقول احنا بنرتقي بنرتقي احنا الاكبر احنا الاكبر والاقوى احنا الاقليم بنتحكم وبنتحرك انا بنكلم على قضية فلسطينية ايا كان احنا بنكلم على ارض بنكلم على شعب بنكلم على تاريخ بنكلم على قضية احنا بنكلم على ملح الارض احنا مناش دعو بالاشخاص زائلون الاشخاص زائلون والقضية باقية بقول للشعب المصري ارتقوا فإن القاعة مزدعم احنا عايزين نرتقي على مستوى أهمية وقوة الدولة المصرية والموقف المصري القضية الفلسطينية بتعود مرة أخرى متواهجة في قلب الأحداث ده شيء رائع جدا 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 أبناءنا في الدول العربية سمعوا أن في قضية فلسطينية اللي كانوا نسوها القوات السياسية بنت تفهم أن القضية الفلسطينية ما زالت وهجون تحت الرماد 100% هيشتعل في أي لحظة أعتقد أنه التدخل المصري الإيجابي والواعي أول ما بايدن اتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي قال له أنا بشكرك إلى آخره فعرفين القصة الرئيس السيسي ما فوقتش الفرصة قال له كاتر خيرك لا الرئيس السيسي قال لبايدن في المكالمة التليفونية احنا عايزين نصل إلى حل نهائي للقضية الحل النهائي للقضية معروف مش هنختارها العجل من جديد إقامة دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية يلا نبدأ نحل المشكلة حلولا جزرية ده أول مكالمة ده أول مكالمة بين بايدن وبين الرئيس السيسي الرئيس السيسي والتاني بيشكره قال له الله يكريمك لا قال له حل القضية بسرعة لابد أن يكون فيه دولتين والدولة الفلسطينية على حدود سبعة وما قبل سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية إذا كنتم جدين حقا علينا بإقامة الدولة الفلسطينية لذلك مبارح والنهاردة الفجر بايدن كان مع الرئيس الكوري في البيت الأبيض وفي المؤتمر الصحف الناس قاعدت تسأله على فلسطين وعلى وقف يطلق النار وأشد مرة أخرى بمصر وقال مصر دولة محورية ودولة مهمة إلى آخره وقال لابد من وجود حل إيجاد أو الوصول أو التوصل إلى حل جزري للقضية الفلسطينية بإقامة دولتين ده كلام جديد يا جماعة الراجل كان بيتكلم خطابين بقول لإسرائيل أنتم معكم حق وحقكم والأمن الإسرائيلي كل اللي كان بيشتغله بعد الـ 11 يوم لا الراجل وقف انتبه وفي الآخر المخرجات النهائية الإدارة الأمريكية الحالية بتنحاز للرأي الصواب اللي مصر اللي تقولهم إنه لابد عايزين توقف المنطقة من غير مشاكل عايز توقف العنف والعنف المتبادل عايز توقف كل هذه الدماء يلا نعمل الدولة الفلسطينية يبقى يا جماعة ده اقتناص الفرصة من ناصة الأزمة الرئيس عبد الفتاح السيسة هو اتكلم غرد بعد مكالمة بايدن له وقال تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي تبدلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهديئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بطرق الدبلوماسية والأمر الذي يؤكد عمقه ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر واللالة المتحدة وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدين وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهديئة متمنيا استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة خلال هي ساعات شهدت الكثير من المتغيرات التي أدت إلى ترسيخ الصورة الحقيقية فيما يجب أن يكون خلينا أقول لحضراتكم أنه بعد مكالمة الرئيس بايدن وكلامه عن حل الدولتين وقال أن تدخل مصر السريع أدى إلى تقليل الخسائر مقارنة بما جرى 2014 تدخل الرئيس سيسي بقدراته وإمكانياته وتواصله وثقة الناس فيه هو اللي أدى إلى تقليل الخسائر لهذا الحد وسرعة الوصول إلى هذا الحل المنجز لما كان يدور على الأرض وجعل الأطراف كلها تقف خلف ما أدل به الرئيس عبد الفتاح سيسي من المخترحات خلينا أقول لحضراتكم أنه ديرشبيج الألمانية قالت مصر فقط هي التي تمكنت من التحدث مع أطراف النزاع صحيفة ديرشبيج الألمانية قالت مصر فقط هي مصر ما فيش غيرها القادرة واللي قدرت أن هي تتواصل مع كافة الأطراف الموجودة وإنهاء التصعيد ودور أمريكا كان ثانويا لأن الغربة يصنف حماس على أنها منظمة إرهابية دي صحيفة ديرشبيج الألمانية سين إن قالت بايدن اعتمد على نفوذ وقوة السيسي لوقف إطلاق النار أهو سين إن إن بتقول أنه الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية والعالم اعتمد على قوة الرئيس عبد الفاتح السيسي وثقة الناس وكافة الأطراف فيه لأنه بيمارس السياسة بحكمة بالغة وبشرف بالغ شهدوا يا جماعة الناس اللي كانوا بيشتمونا وبيهجمونا وبيقولوا علينا ما قال مالك في الخمر النهاردة كل واقف في الصف عملي يدي التحية النهاردة كل واقف في الصف يدي التحية للسيسي والمصر ليه؟ لأن إحنا ما بنتكلمش كتير والرئيس قالها أكتر مرة إحنا ما بنتكلمش كتير إحنا بنشتغل وبنشتغل وطلعنا من ظروف صعبة للغاية طلعنا من ظروف صعبة للغاية وصلنا إلى ما وصلنا إليه مش بالسهل بتضحيات الشعب المصري وإيمان الشعب المصري بالقائد بتاعه واشنطن بوست بتقول الرئيس السيسي استخدم دوره في وقف إطلاق النار في غزة وأثبت أنه الأهم في المنطق صحيفة واشنطن بوست بتقول أثبت الرئيس السيسي أنه الأقوى والأهم في المنطق ده صحيفة الواشنطن بوست الأسجد برسي بتقول بتكشف عن نجاح مصري جديد أنه مصر نجحت في إيقاف في وقف إطلاق النار ونجحت في وضع حزمة من الشروط بيلتزم بها الجانب الإسرائيلي أهمها عودة الصيد لأبناء غزة في البحر المتوسط في سواحي الغزة مرة أخرى ده الصحيفة الأشهد برسي بتقول أنه أول مرة بتنتهي الأزمة سريعا دون الوصول إلى أعداد ضحايا كما كان يحدث من قبل طيب مجلة إيطالية فورمكي الإيطالية نشر التقرير كان بقى إحدى الكاتبات في إيطاليا قالت كيف نجحت مصر بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وبتجيب الكاتبة بتقول أنه مصر استخدمت علاقتها واستخدمت وزنها الإقليمي في وقف هذه المجازر التي كانت تؤدي فيما مضى إلى أعداد بالألاف لكن النهاردة مصر قطعت الطريق على مزيد من هذه الخسائر حماس إسماعيل هنية من قطر من قطر سبحان الله يا أخي سبحان مغير الأحوال سبحان الله له في قلقه شؤون إسماعيل هنية اللي كان يسبح بحمد تركيا ويسبح بحمد إيران ويسبح بحمد حزب الله تكرين أن هالدواقف فين في الدوحة في قطر بيقول مصر وتحية مصر مصر بيثمن دور مصر بيقول مصر وما أدراك أمام مصر وما أدراكم مالجيش المصري سبحان الله في تكرت 2013 وقف الجماعة بتوح حماس في غزة وقالوا لألوه بس إحنا بننسى هذا الكلام هنية نشكر مصر على أن انمارست دورها الريادي ووكبت المعركة يوما بيوم ده مين يا جماعة ده إسماعيل هنية ده إسماعيل هنية يا جماعة قائد حركة حماس بيقول دور مصر متشكرين أنا بقول لكم بس الفوايد وانعكاس الواقع اللي تغير خلال الفترة الماضية منظمة حركة فتح طبعا قالت رخبت بدور مصر طبعا بالتأكيد فرنسا وزير خارجية لودريان قال أن مصر فعلت ما كنا ننتظره ونتوقعه جوتريش اللي هو الأمين العام الأمم المتحدة وتكلم عن الرئيس والراجل يعني بيثمن ويقدر ما جرى مفاوضة الأوروبية بريطانيا روسيا السعودية العراق الكويت كل الناس دي شاكرت مصر بشكل كبير جدا 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 طيب الصين النهاردة علاقتها في مصر بقالها 65 سنة 65 سنة أول دولة أفريقية بتدشن علاقات دبلوماسية وشراكة استراتيجية مع الصين النهاردة وزير الخارجية الصيني عامل قصيدة شعر في مصر وبيشيد ويثني ويمتن للدور المصري في إيقاف المعركة الدائرة ووقف نزيف الدم داخل أراضي الفلسطينية المحتلة بيقول إحنا علاقتنا بمصر تاريخية وهي دي مصر وزير خارجية الصيني بيقول هي دي مصر زي ما قال يبقى الصين والولايات المتحدة الأمريكية القواتين الكوبراتين في العالم وهو روسيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية وأطراف النزاع ونتنياهو كلم سامح شكري نتنياهو اتصل وقال وصرح وقال إن احنا وزير خارجية الإسرائيل مبارح تكلم مع سامح شكري وقال إن احنا بنشكر مصر على كذا وكذا 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 ومصر فعلا كانت هي المايسترو مصر قامت بدور المايسترو في المنطقة في الأزمة قدرت الأزمة ببراعة ومهارة فائقة من الرئيس ومعاونوه لازم نعترف يا جماعة من هذا الكلام طيب إيه اللي جاي بقى بسرعة وقفنا إطلاق النار نجحنا في وقف إطلاق النار ومصر خدت شوية خطوات أولا الرئيس عبدالفتحسي برضو يا جماعة مش ما إحنا بنشوف شغل الرئيس مش وقف إطلاق النار ونسقف لا 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 الرئيس بيتابع بقى ما ده ده مهارة الرئيس في كل الأمور حتى في قامت حتى صوبة زراعية بيهتم بالمتابعة وصولا إلى اتفاق تهدئة إقليمي بهذا الشكل متابعة الرئيس قرر تسيير وإرسال وفدين أمنيين من الأجهزة الأمنية المصرية والاستخبارات المصرية واحد هيطلع على الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل واحد هيطلع على قطاع غزة ورمالة يبقى واحد راح يقابل الإسرائيليين ووافد راح يقابل الفلسطينيين ليه؟ لدراسة تثبيت وقف إطلاق النار على أسس منضبطة مش بس من بعد نتكلم وبنتقص لا كمن الوافد المصري اللي هو رسم الخريطة بدعة تهدئة رايح الوافد الأول إلى الأراضي المحتلة في تل أبيب والوافد التاني رايح إلى الأراضي الفلسطينية في غزة وفي مقاطعة رمالة يقابل الأطراف والفصائل الفلسطينية والتاني بيقابل المسؤولين الإسرائيليين لتثبيت ما تم الاتفاق عليه اتنين في مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة مصري بتدعو إليه في كمان مؤتمر مصري بتدعو لمؤتمر دولي للسلام بيجمع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية لإعادة مرة أخرى القضية في بؤرة اهتمام العالم ومحاولة استخدام واستغلال الظروف الراهنة للوصول إلى حل وإقامة دولة فلسطينية يبقى في الأفق إن شاء الله مؤتمر دولي لإعمار غزة بدعوة مصرية وترتيباته إن شاء الله بإذن الله في الأيام القليلة القادمة وإن شاء الله في بوادر وأنباء عن دعوة مصرية لإقامة أو عقد مؤتمر سلام بين إسرائيل وفلسطين في القاهرة والمؤتمر الإعمار في القاهرة وخلال المرحلة القادمة سيكون هناك إعادة مرة أخرى لفكرة التبادل الأسرة بين إسرائيل وبين الفلسطينيين كل ده كان متوقف ومتجمد لأنه الناس اللي كانوا بي أنا أسف مش عادة استخدم تعبيرات بيعقوا في القضية كتير كل واحد بيعقوا في القضية شغال وكل واحد ليه أغراض وليه كذا مصر ليس لها غرض إلا مصالح الشعب الفلسطين مصر لما دخلت هي دخلت إنت مصر مصر منكافئ على وضع داخلي من 2011 ربنا يعلم بينا واشتغلنا وتعبنا وتحواجنا والناس اللي عيرنا في فقرنا واللي قال أنتوا مش هتقوم وإلى آخره خلال سنوات قليلة مصر قامت بقت رصيخة في الداخل وبدأنا نفوق والناس بلقيت اسمع كلامنا أخويا إحنا كنا في باريسا لسه راجع من ساعات وعايز أقول لكم بمنتهى البساطة والله على ما أقوله شهيد منتهى الفخر وأنت تتابع كيف يتعامل الزعماء والرأساء مع الرئيس السيسي والله منتهى الفخر تشعر بالفخر والاعتزاز أنك مصري لما تشوف رئيس بلدك الناس بتحترمه وبتعامله وبتقدره وبيسمعوله وبيشروه إزاي خلينا أقول لك أن احنا في فرنسا كان المؤتمر الأول عن السودان ودعم السودان في المرحلة الانتقالية والمؤتمر التاني كان علشان دعم القرى الأفريقية بعد كورونا المشهد في المؤتمرين كان الغائب كان الحاضر الأساسي فيه القضاء الفلسطيني الرئيس كل ما يقعد مع أحد عنده قضيتين لا تالي تلاهمة علاقة السودانية طبعا مع أي زعيم كان فيه 15 رئيس أفريقي هناك غير الزعماء العالميين الرئيس يقعد مع أي حد في هؤلاء الزعماء اللي مع القضاء الفلسطينية دورة اقام الدولة فلسطينية كلموا على موضوع سد النهضة ودرورة الوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني ومصر لن تقبل أي مساس بأمنها المال دول نقطتين الرئيس بيقولهم وبيتكلم مع أي زعيم دول وأي مسؤول في الموضوع الفلسطيني دولة فلسطينية سد النهضة لن نقبل أن يكون في مساسه وكأن الرئيس بيرسل رسائل وبيؤمن الوضع مع الناس لازم يبقى فيه دولة فلسطينية عشان نوقف النزاع والدم لازم يبقى فيه اتفاق عشان نوقف القلاقل وعدم الاستقرار اللي ممكن يصيب المنطقة لو استطاعت إثيوبيا أن هي تعمل بشكل منفرد لن نقبله دول كانوا حادثين للرئيس بشكل موسع في باريس لكن في نقطتين قوعة تنسوهم بيؤكدوا أن مصر رجع التاني مصر رجع التاني هي مصر كانت غيبة آقة غيبة مصر كانت معها وقدلها تعسيلة شوية مصر كانت يعني في حالة ربما إنجاز التعبير في غرفة عناية فائقة كنا يا جماعة عندنا أوضاع داخلية معروفة للجميع لكن خلينا أقول لحضراتكم في باريس كان فيه نقطتين لا يمكن أنساهم ولا يمكن حضراتكم تنسوهم النقطة الأولى من أجل السودان الرئيس وقف وقال السودان جزء من مصر السودان ومصر دولتين شقيقتين مصر جزء من السودان والسودان جزء من مصر والشعب المصر والشعب السوداني واحد ولازم السودان تنجح تقفى على رجلها تاني وإحنا هنساعد السودان على قد ما نقدر بي دعم فني بخبرات بمشؤورة بياخدوا البرنامج بتاعنا اللي إحنا منا في إصلاح الاقتصادي يشتغلوا فيه وإحنا داعمين لهم السودان عنده مشكلة مالية عنده ديون إلى آخره بسرعة ومن غير ما أخلش في تفاصيل استطاعت مصر إن هي تستخدم حصتها في صندوق النقد الدولي اللي هو مبلغ مبلغ محترم لضمان سداد السودان لديونه المشروك في تحصيلها لدى بعض المؤسسات الدولية أنا قلت لسودانا كبير أنا مع السودان إحنا أشقاء إحنا بنشيل بعض بوقت الزنق فيش مشكلة عندي حصة من الأرصدة النقدية المصرية داخل صندوق النقد الدولي أنا بضمن فيها وبشتغل فيها باستخدم هذه الحصة لمساندة السودان الشقيق لا من من على بعض ولا إحنا واحد إحنا قوات ده أول حاجة والفريق البرهان والدكتور عبدالله الحمدوك والناس هناك كانوا ممتنين للغاية من موقف الرئيس السيسي جمهور مصر ده جزء جزء الثاني لما الرئيس طلع في المؤتمر الثلاثي بين الملك عبدالله والرئيس الفرنسي إيمانويل مكروم وقال يا جماعة إحنا هنعمل مبادرة مصرية لنساهم في إعمار غزة بنص مليار دولار دي كانت مفاجأة من الحجم والوزن الكبير ليه؟ لأن مصر دولة بدي أنتوا عارفين يعني على قد حالنا يعني لكن خدوا بالكم دي كانت رسالة أنه أنتوا يا مصريين أقوية يا مصريين الحمد لله حالنا الحمد لله أمورنا ماشي يا جماعة وبقول تاني أنه أن أنا أرصد 500 مليون دولار لإعمار غزة على أن تقوم الشركات المصرية والناس يشتغلوا بسرعة نساعد إخوانا الفلسطينيين عشان نتحرك وعلشان بلدهم ترجع تاني وعلشان نضمن الأمن والأمان في هذه المنطقة ده دور مصري لا يقدر بثمن ومش منتظرين شكري من حد ولا أنا مني على أحد لأن ده دورنا وده واجبنا واجب الأخوة الأخوة بيني وبين السودان والأخوة بيني وبين فلسطين لما فيش فرق بين مصري وبين فلسطيني وبين سوداني بقول يا جماعة دورنا بيرجع تاني ده ألا يشعرك هذا بإنك أنت الحمد لله الدولة مش بنمد إدينا يعني لا الحمد لله أنا فاكر الرئيس لما قال بيعيرنا بفقرنا لكن أنا والله ما هسكت والله ما هسكت فاكرين هذا الكلام بقول إنه الحمد لله الدولة اللي كان فيه مؤتمر في 2014 إلى 2015 الاقتصادي لدعم مصر فاكرينه كان في شرم الشيخ هي نفس الدولة اللي النهاردة بتساعد الإخوة في السودان وبتساعد الإخوة في فلسطين وبتشتغل كذا وبتشارك في كذا مع لهاش مليم لحد متأخر ماشيين بنحقق في الموزنة بتاعتنا وفرات وبنحقق عندنا في الدون بتاعتنا بتنزل الحاجات دي كلها يا جماعة جاي نتيجة جهد كبير من الدولة وصبر كبير من المواطنين كبير من قول مصر رجعت مصر رجعت تاني رجعت ازاي يا عم؟ يا عم ما تشفتاش في غزة يا عم ما تشفتاش في سودان يا عم ما تشفتاش في فرنسا يا عم ما تشفتاش في ليبيا لما حطنا الخط الأحمر كله سكت طب يا عم أنا بقولك احنا مصر رجعت تاني مصر عادت عادت من جديد مصر رجعت لما قال الرئيس السيسي في قاعدة سيدة براني سرت الجفرة خطة احمر فاكرين كله وقف كله احترم ليه لانه ما بيقولش كلام ده بقول كلام وسط الجيش بقول كلام وسط جيش جائز وخد تصديق من البرلمان نطلع نروح برا عادي جدا كله وقف الحمد لله يبقى عندي قوتي قوة ردع انا مش بتاع معارك مش بتاع حروب لكن لو فرضت لا عندي جيش يأكل الزلط عندي جيش قدراته تصل الى اي مكان في العالم اي مكان في العالم مرتبط بالامن القومي المصري جيشي قادر يصل اليه وعندنا الرئيس بيبص بعينه مش بيبص على المخاطر ولا على الخطر لا ده الخطر لما يكون محتمل مش خطر احنا مش هنستنى الخطر يحصل احنا احتمالية الخطر بنبطلها تأي مكان يبقى مصر رجعت لما قفت في ليبيا قلت سرت الجفرة خط احمر احنا مع الدولة الليبية مع خيارات الشعب الليبي مع كل اطياف الليبية مع كل فصائل الليبية عندنا علاقات بيهم ومع انتخابات الليبية في 2021 في شهر نسمبر سودان نفس القصة رجعنا وقلنا سودان معاها الى اخره في غزة وقفنا ونجحنا لسه بنحكي في شرق المتوسط نجحنا وعملنا ارتزيم حدود وطلعنا الغاز بتاعنا وعملنا اتفاقية مع ابروس اليونان رجعنا تاني رجعنا العالم كله برجع لنا يسألنا تاني رجعنا لما ساعدنا الاخوة في غزة بفلوس لأول مرة مش بكلام احنا رجعنا تاني وبقول ان مصر رجعت فانتوا لازم تعرفوا وتفخروا تشعروا بالفخر خلوا بالكم الرئيس الامريكي خالي من الرئيس السيسي قالوا يوم الخميس ولا الاربع اللي جاي هبعط لك بلينكن الرجل وزير الخارجية الامريكي جاي مصر هيطلع من مصر على الاردن ومن الاردن عشان نناقش معاه وقف اطلاق النار والمساعدات اللي ممكن امريكا تقدمها ليه اعمار غزة زي ما الراجل قال هنعمل مؤتمر دولي ليه اعمار غزة الراجل رئيس امريكا جوزيف بايدن اذا اللي بيحرك الاحداث في المنطقة مصر اللي بيحرك المسائل في المنطقة مصر ليه رجع التاني قوية مرة اخرى مكانها كان شاغر ومكانتها كانت مهزوزة رجع التاني مصر بديبلوماسية ناعمة وصامتة وحكيمة وجيش قوي بيتحرك وبيتدرب وبيناور وهقولك دلوقتي بيعمل ايه بيحمي الجيش بيخلي الدولة تاخد القرار ويعرفة ان راها جيش والجيش عارف ان عنده ادارة سياسية وقيادة سياسية حكيمة يبقى عندي حكمة السياسة وقوة الجيش اللي اتنين بيخليني ارجع تاني اقف على رجليا مصر رجعت وقفت على رجليها مرة اخرى وانتو يا مصريين لازم تشعروا بالفخر لازم يا كماعة شفنا الاعلام المصرية بترفر فوق غزة احنا ما كناش بنشوف هذا المشهد احنا كنا شايفين بيشتموا في مصر هناك وغيره وغيره ومش عايزين نتكلم لكن عايز اقول انه الشعب الفلسطيني الحقيقي ابناء الشعب الفلسطيني الحقيقيين فيش فيش فصال حسوا وتأكدوا رفعوا علم مصر كان علم مصر ما ترفعش غير في المشهد الكورة علم مصر بيرجع تاني بيرفرف في قلب غزة وندل على شيء يدل على ثقة ابناء فلسطين في القيادة السياسية المصرية يا جماعة خلينا اقول لحضراتكم انه امبارح واول امبارح الرئيس اصدر توجهاته بسرعة لاجهة الدولة جسر جسر بري من القاهرة الى غزة جسر حقيقي اهو شاحنات مصرية بتحمل على متنها مساعدات غزائية وادوية وحاجات طبية وكورونا وغيره للشعب الفلسطيني زي ما حضراتكم شايفين كام عربية عندنا اكتر من 130 ولا 140 شاحنة دي هدية من الشعب المصري الى الشعب الفلسطيني الشقيق لا نمنه على احد اخوتنا اخوة اعزاء الجسر ده ده مش جديد يا جماعة الجسر اللي منطلع من مصر الى فلسطين في ظروف استثنائية بنساعد الفلسطينيين اخوتنا ده مش جديد وبقول تاني فكرني مبارح وانا كنت بتابع بشوف هذا الجسر جسر كبير يعني لو انت شفته من فوق ياريت يا ابراهيم تجيب لي صورة من فوق بعد اذنك صورة من فوق معبرة ومفرحة لجسر من الشاحنات يعني طوله كم كيلو افتكرت والله لما كان فيه عام الرمادة في الجزيرة العربية واهو شايفين الصورة صورة معبرة ايش بنقول يعني بالعدد ولا بالكترة لكن بقول ده رسالة بس مصرية الى ابناء مصر الاول احنا بخير يا مصريين وانا بقول بقول المصريين ده دورنا يا مصريين وناسنا واخواتنا واهلينا اللي في غزة دول اتنين تلاتة مليون كلهم يا جماعة دول يعني ما يجوش يعني نصهم حافظة اخواتنا وظروفهم صعبة مصر ما بتمنش ولا عمرها بتمن ولا هتمن لانه ده يا جماعة افتكرت ببارح والله وانا بقرأ اتابع الكلام ده افتكرت سيدنا سيدنا عمر بن الخطاب لما كان في عام الرمادة الناس ما كانوش لقين ياكلوا في الجزيرة العربية فارسل لي عمر بن العاص وقال له واغوثاه 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 اغيثنا يعني قال له والله لا ارسلنا اليك قافلة اولها في المدينة المنورة واخرها هنا في الفسطات اللي كانت العاصمة مصر القديمة الفسطات مش جديد يا جماعة ده مش جديد علينا سيدنا يوسف يا جماعة والقصة سيدنا يوسف كلكو عارفينها مصر بلد خير مصر بلد خيرة مصر بلد لا متحضرة لا بتمن ولا بتقول ولا بتعيد مصر بتشتغل ولم يكون على رأس الدولة المصرية واحد بشرف وحكمة واخلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي والله ليس مجاملة والله ليس مجاملة هذا الرجل بيحمل كم من الاخلاق النبيلة والله عزت في هذا الزمان ان تجد مثله والله ليس مجاملة وانما ثقة وامان فيما اقول هذا الرجل اللي بيتعامل بشرف في كل القضايا في كل القضايا لم تخرج منه كلمة واحدة نابية ولا هجوم على اي دولة هاجمتنا على مدار سنوات الكل بيرجع له تاني بيعود تاني خلينا اقول لك يا جماعة انه بوادر او مظاهر عودة مصر انا فرحان بي انا فرحان من قلبي بعودة مصر مرة اخرى رجعت مصر رجعت حمد الله على سلامة مصر الحمد لله على سلامتك يا مصر رجعت تاني مصر بسرعة لقينا وما حدش يزعل وكلام ده بقوله مجرد بسرعة رجعونا لجماعة الاتراك يخبطوا على الباب عايزين نتصالح الصلح خير قلنا ما عندناش مانع نقعد ونشوف وقعدنا وهنستكشف ونشوف لا فيش عندنا مشكلة لا عداء دائم ولا صداخة دائمة مصالح دائمة الناس قالوا 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 علينا وقالوا على البلد وقالوا على الرئيس وقالوا على الجيش وقالوا على الأزهر وقالوا على الإعلام وشتموا وعملوا وإحنا رضينا وفي الآخر إذا هم أمنوا أن البلد كبيرة بسرعة بسرعة جواهم خبطوا علينا إحنا وفقنا تعالوا نشوف القطريين بعد اللي قالوا واللي عملوا الجزيرة راحت وجتوا اشتغلوا ومولوا ارهابوا وعملوا في الآخر قالوا إحنا عايزين نتصالح تفضلوا إحنا مكاننا لم نبرح مكاننا والله إحنا اشتغلنا بس في مكاننا وانطلقنا في مكاننا واحترمنا الجميع الجميع لف لفته وارجع لتاني لأنه أنا دولة كبيرة لما رجعت مصر رجعت تركيا تخبرت على الباب رجعت قطر خبرت على الباب رجعت حماس خبرت على الباب رجعت إسرائيل خبطت على الباب رجعت أمريكا قالوا إحنا ممتنين مش ده كله يا جماعة عودة لموقف مصر وموقع مصر مصر بسرعة فلسطينيين إسرائيل نعمل نتفق نبعث مساعدات نتكلم مع السودان نتكلم مع الليبيين نتكلم مع كذا ألا يكفينا فخرا أننا وصلنا إلى حالة العالم بينتظر تحركاتنا من أجل حلول مشاكل مزمنة إحنا وصلنا المرحلة يجب أن نستثمرها عايز كل مصري يشعر أنه بلده بخير عايز كل مصري يعرف أن بلده رجعت تاني بلده رجعت وأنا بجمعها لك بقولك لو أنت دولة مش قوية ورجعت لك مروتك تاني وقوتك تاني وقفت على رجليك تاني الأتراك عمرهم ما كان هيجولك ولا القاطرين هيجولك ولا حماس هتجيلك ولا الإسرائيليين هيجولك ولا الأمريكان هيشيدوا بيك ولا الليبيين هيسمعوا كلامك ولا السودان هيسمعوا كلامك ولا ولا إلى آخر ليه؟ لأن إحنا مش طمعانين في حد خد بالك إحنا ما عندناش ما بناخدش سمسرة من حد إحنا ما بنبحثش عن مواقف ولا نبحث عن أدوار دورنا معفوظ ومعروف عندما دخلت مصر غرفة اللينال فائقة وكانت دعافية شوية ما حدش قدر ياخد مكانة مصر ولا حد هيقدر ياخد مكانة مصر لحد قدر ولا حد هيقدر ياخد مكانة مصر خليني أروح مع حضراتكم خبراء الأمم المتحدة بيدعوا لإجراء تحقيق في انتهكات حقوق الإنسان في غزة أخيرا صحي خبراء حقوق الإنسان قالك ده في انتهكات لحقوق الإنسان في غزة يا عم حقوق إيه يا عم ده الناس ماتت يا حبيب حقوق مين ده حقوق مين ناس ماتت الناس شهداء أنتوا صحيين دلوقت على حقوق الإنسان في غزة حقوق الإنسان في غزة اللي مش عارف يأكل ولا يشرب ولا يعيش وتأتل في قلب أرضه اللي طلت في أرضه انتم جاين بتكلموا في ايه حقوق إنسان ايه وزفتي ايه اللي بتكلموا عليها ان كنتم صادقين حقا ابحثوا عن إقامة دولة فلسطينية طلعوا تقرير واحد تقرير واحد بيدين إسرائيل على ممارسلتها في غزة ولا في القدس ولا في الحرم القدس الشريف احنا مش هنسمعكم ولا مؤمنين بلي بتقولوه طول ما انتم بتكيلوا بأكتر من مكال وكل تقاريركم انتقائية لا يمكن ان يكون هناك منظمة بتعمل بحق العقوق الإنسان وهي مسياسة تعالوا شوفوا حتى الفيسبوك فيسبوك خلال الأزمة الحداشر اليوم اي حد اي حد يكتب كلمة شهيد يعملوه بلوك اي حد يعمل فلسطين يعملوه بلوك اي حد يقولك الاحتلال الصيوني بلوك اي حد يقول المسجد الأقصى بلوك ايه يا عم الحكاية ليه ليه لانه حتى ادارة الفيسبوك اعتذروا 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 عولمة عنصرية الناس بيتكلموا على حقوق الإنسان وهم ابعد ما يكونوا عن حقوق الإنسان بيتكلموا على الحرية والعدل ومستواه وهم ابعد ما يكونوا على الحرية والعدل ومستواه تويتر والفيسبوك وقللوا الوصول وعملوا يا جماعة انا ما اقولكم لما ان الشركات الدولية في السوشال ميديا وغيره باتت تتحكم في العالم بقى اقول لك احنا بدينا السياسة طيب ما اللي بتعملوه ده خدموا العدو الإسرائيلي وخدموا الاحتلال الإسرائيلي أيام خدمة خلال هذه الأزمة وقفوا صفحات فلسطينية وعربية وعروبية وأحرار العالم بشكل كان فيه نعم الانتقام من ناس بالدورة الحقوق هو مين اللي اعتد على مين مش عايزة افتح في جراح مش عايزة اتكلم بقول القضاء الفلسطينية عادت إلى مكانها ومكانتها في قلب كل الناس في بورد الأحداث مصر عادت إلى مكانها ومكانتها مرة أخرى بتحرك الأحداث بهذا الشكل بننتظر التطورات على الساحة ودور مصر في هذا الإطار أنا شايف إنه وصلنا إلى مرحلة نقدر إن شاء الله نعيد فيها وده حلم نعيد فيها العواصم العربية إلى مكانت عليه لابد أن تعود ترابلوس مرة أخرى لابد أن تعود بغداد مرة أخرى لابد أن تعود دمشق مجددا لابد أن تعود صنعاء مجددا لابد أن تعود الخرطوم مجددا لابد أن تعود مقدشي مجددا مصر الآن تعمل على إعادة العواصم العربية إلى مكانت عليه حدود الدول العربية المهترئة ضرب التقسيم اللي شغال بإيد ناس خاوانة موجودين لما مصر رجعت أنا متطمن على عودة العاصمة العربية بقي ليه في هذا الملف كلمة حق كلمة حق في المعالجة والتغطية الإعلامية لأخطر 11 يوم في تاريخ غزة مصرع العربي الإسرائيلي قامت قناة الغد هذه القناة الرصينة المحترمة التي أبلت بلاء غير مسبوك وتفوقت على كل القنوات العربية مجتمعة وهذه شهادة حق تفوقت قناة الغد على كل القنوات العربية مجتمعة ولا أبالي إذا قلت أنها ناطحت وتفوقت على كثير من القنوات العالمية كانت لحظة وقوع الحدد لحظة وقوع أي فعالية تجد مراسل الغد موجود داخل الأراضي الفلسطينية سواء في القدس في حي الشغ الراح داخل المسجد الأقصى في باحة المسجد في غزة تحت القصف بعد القصف في البيوت التي هدمت مع الشهداء مع المصابين مع النسوة مع الأطفال بتجد تغطية من كل عواصم العالم لإدارة هذا الصراع وهذا التفاعل فأنا تحية من هنا إلى قناة الغد وكل القائمين عليها وأقول بأنه ما جرى من تغطية خلال هذه الأيام الـ 12 يوم والـ 11 يوم بتمثل مش عايز أقول ميلاد وإنما قناة غد قناة قديمة لكن أبلت بلاءاً غير مسبوك وأعتقد أنها وصلت إلى القمة ولن تتركها بسهولة وأقول مرة أخرى أنه القضية كانت أو ما جرى بمثابة يعني كاشفة لكثير من التفاعلات الإقليمية والمحلية والدولية ونتائجها ستستمر معنا فترة طويلة من الزمن فاصل ونعوض أهلا بحراتكم من جديد كنا بنتكلم في الجزء الأول من الحلقة على عودة مصر إلى دورها الطبيعي وجدنا شواهد من ما جرى في غزة وردود الأفعال الدولية حول الدور المصري ده كان شق دبلوماسي في المقام الأول شق دبلوماسي كبير بيقود الرئيس وكتيبة المخابرات المصرية والدبلوماسية المصرية عشان نوصل إلى وصلنا له كان الحقيقة برضو أنا يعني معرفش إنجاز إن أقول أو ما أقول شي لكن كان لرجال الظل في المخابرات العامة المصرية عمل دقوب وصبر أيوب للوصول إلى ما وصلنا إليه دلوقتي بتكلم على الشق العسكري الشق العسكري الجيش المصري ماله النهاردة الجيش المصري اتحرك بقواتنا البرية والبحرية والجوية إلى فين؟ راهين على مطار الخرطوم العسكري ليه؟ علشان يشارك مع القوات السودانية البرية والبحرية والجوية في إيه؟ في أكبر وأضخم مناورة حربية تجمع الدولتين اسمها إيه؟ اسمها حماة النيل حماة النيل زي ما أنتوا شايفين صورة القوات المسلحة المصرية بتستقبلها القوات المسلحة السودانية في مطار الخرطوم العسكري وصلت لأول مرة تشكيلات من كافة الأفرع وتشكيلات القوات المسلحة برية وبحرية ورفاع جوي وقوات جوية إلى السودان الشقيق للمشاركة في تدريبات ومناورات أسموها حماة النيل بفكر حضراتكم أن احنا كان عندنا مناورات مشتركة مع الجانب السوداني اسمها نصور النيل واحد ونصور النيل اثنين والنهاردة بنتكلم على حماة النيل يوم كام تبدأ المناورات؟ يوم ستة وعشرين لمدة ستة أيام تنتهي يوم واحد وثلاثين ما يلجاري في الأراضي السودانية هناك أكثر من دلالة هناك أكثر من دلالة الدلالة الأولى هو التوقيت الدلالة الثانية هو المكان يبقى الزمن والمكان والدلالة الثالثة هو مسمى المناورة والدلالة الرابعة هو شكل المناورة شكل المناورة لأول مرة تكون شاملة لكل القوات والأسلحة التوقيت في نهاية شهر مايو في نهاية شهر مايو قبل شهر يونيا ويوليا ثلاثة اختيار المكان في قاعدة مروي السودانية أماكن الموجودة في السودان في قلب القارة الأفريقية والدلالة والدلالة العامة الإسم هو إنه مناورة مصرية سودانية بيجمعنا شريان واحد شريان القرط بتاعنا واد النيل نهر النيل فنصور النيل واحد واثنين النهاردة بتقول حماة النيل قربنا شوية حماة النيل حماة النيل دله دلالة للواقع والوضع الراهن من خلافات ومن عملية تجميد أو تجمد مفاوضات من تعند إثيوبي فيما خلص صد النهضة هل أستطيع أن أفصل بين أن أفصل بين ما يجري من مناورات وما هو واقع من تهديدات الإجابة السريعة لا أه ما قدرش أفصل أنا شخصيا ما قدرش أفصل بين أي تهديدات موجودة للأمن القوم المصري أو الأمن القوم السوداني أو بين قصن الأمن الماء المصري والسوداني لا يمكن أن أفصل أنا شخصيا بين ما يجري من تدريبات وما هو واقع من تهديدات التهديدات بتحتاج إلى ترتيبات إلى تدريبات والتدريبات والترتيبات الموجودة والتدريبات القائمة ربما تكون راضعة ربما ربما لا تكون ربما ايضا لكن قوات المسلحة المصرية بتعلن عن هذه المناورة الكبيرة قوات المسلحة السودانية بتعلن عن هذه المناورة الكبيرة الجميع الشعب المصري السوداني سعيد بهذا الاتفاق سعيد بهذه المناورات سعيد بهذه الاتفاقيات العسكرية ما عادة مين مين اللي منزعي كل من هو اخوان في مصر او اخوان في السودان بيعيشوا ايام سوداء حالكة السواد وبيهجموا هذه المناورات اللي في مصر الاخوان يقول لك انتوا ليه بتروع للسودان والاخوان في سودان لكم مصرين بيجوا ليه هتجد هذا على السوشال ميديا موجود بقول تاني القيادة السودانية الحالية بشقها المدني والشقها العسكري وطنيين حتى النقاع شعب السوداني استفاق استنهض همته الشعب السوداني اللي كان 30 سنة موجود في خندق الاخوان 30 سنة موجود سجين بقطبان الاخوان وافكار الاخوان بيتحلل بيكسر قيوده بينطلق وبدأنا شفنا السودان الجديد شفناه في فرنسا السودان الجديد رفع رأسه شفنا السودان الجديد بيدور الزوايا في العلاقات مع امريكا ومع باقي الدول عشان يعيش الشعب السوداني بما يستحقه النهاردة مصر والسودان ايد واحدة مصر والسودان ايد واحدة النهاردة الإدارة المصرية القيادة المصرية والقناة السودانية شفت الرئيس السيسي وهو وقف معه بيلتقي مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السوداني وتفاهم وتناغم وتطابق وإيمان مشترك في كل تحركاتهم ليه؟ تحديات واحدة الظروف واحدة المخاطر الإقليمية واحدة فلذلك آن لنا أن نقف صفا واحدا ليس موجها ضد أحد مناورات بقول لها دلالة لكنها ليست موجهة ضد أحد موجودة بنتضرب في أرضنا أرض السودان أرض مصر بيجوا تضربوا عندنا روح نتضرب عندهم بنحاول نجهز نفسنا لعارض ما لخطر ما أنا بقول الشعب المصري إحنا بنتضرب وبنسلح وبنقوى لكن ما بنخبطش على باب الحرب لا نترك أبواب الحروب إلا إذا كتبت علينا إلا إذا فرضت علينا عمرنا ما كنا معتدين اللي نقدر نجيبه بالحسنة قلنا للسماء والأرض ائتي طوعا أو كرها قالتها أتينا طائعين إحنا ما بدأنا بنقول إن جنحوا للسلم فاجنح لها اللي يجي بالخير ويجي بالجودة ويجي بالكلام الكويس يجي بالديبلوماسية يجي بالمفاوضات والله يغنيني ويوفر علي حرب وتكلفة حرب ووفر علي بلاوي ووفر علي نزيف ووفر علي كل شيء لأنه يا جماعة قرار الحرب قرار دقيق مش سهل لكن إذا فرد والله خلاص ما إحنا في حرب دائمة إحنا في مصر في حرب دائمة بأن سنوات ضد الإرهاب بيقع ولادنا وبيستشهد ولادنا كل يوم عمرنا ما قلنا القضية لا تستحق كل قضيانة تستحق تضحيات حقيقية من الجميع لذلك المنورة الموجودة في السودان منورة لرفع المستوى والكفاءة القتالية موجة أي عدائيات وإلى آخره حضرتكم عارفين ويعني ليس كل ما يعرف يقال حمات النيل هي المنورة الثالثة بعد نصور النيل واحد ونصور النيل اثنين وفي نفس التوقيت سبحان الله يعني منورات مصرية في وقت متزامن يعني شوفوا أنا بكلم مبدر على التحركات سامح شكري والمخابرات العامة والرئيس بيتحرك هنا وهنا وبنروح وبنحل مشكلة غزة وبنحل كذا وبيض ده شق سياسي إدارة سياسية شوفوا بقى الإدارة العسكرية كمان احنا في كل حتة شغالية في السودان بتكلم على حمات النيل المنورة الأهم الأهم منورة الأهم في تاريخ البلدين بالمناسبة من حيث التوقيت والدلالة والمكان تكلم اللي قلت في نفس التوقيت من يوم 19 من يومين كان منورة فيها 13 دولة مصر بتشارك فيها في المياه الإقليمية التونسية فين مصر تونس لولايات المتحدة بلجيك اليونان إيطاليا أسبانيا ملطة المملكة المتحدة الجزائر المغرب ليبيا موريتانيا منورة مشتركة مع 13 دولة طبعا في المياه الإقليمية التونسية بمشاركة القوات البحرية التونسية في نفس اليوم سبحان الله عامل منورة مع تونس والدول دي في منورة بين مصر وإيطاليا البحرية المصرية والبحرية الإيطالية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بين نطاق الأسطول الشمالي المصر في نفس اليوم يبقى عندي منورة في المياه الإقليمية التونسية بمشاركة 13 دولة وعندي منورة بحرية مشتركة بيننا وبين إيطاليا بالقطع البحرية المصرية والقطع البحرية الإيطالية في نطاق المنطقة الشمالية البحرية المصرية إيه يا جماعة يعني انا بعمل مناوراتين في وقت واحد واحدة قبالة تونس واحدة قبالة مصر واحدة بمشاركة 13 دولة واحدة بمشاركة إيطاليا اه ليه هقولك دلوقتي ليه طيب بنعمل في نفس الوقت مناورة في الجنوب مع سودان اه ليه هقولك دلوقتي ليه وكمان في نفس الوقت سبحان الله انطلاق فعاليات التدريب المشترك للمصر الإماراتي فين زي 3 فيء الإمارات انبارح مش انبارح 21 انبارح انطلقت المناورة العسكرية المصرية الإماراتية المشتركة زي 3 في الإمارات اهو قدام حضرتكم اهو مناورة تدريبية ومحاضرات الاخير مناورة في تونس مناورة في اسكندرية فوق في الشمال مناورة في الإمارات في الخارج مناورة في السودان في الخارج كان مناورة لسا الاسبوع اللي فات كان مناورة مع فرنسا في برنيس وفي المنطقة الجنوبية ومناورة مع الجانب الإيطالي احنا شغالين مناورات في نفس التوقيت وزير الدفاع والإنتاج الحربي فريق أول محمد زاكي موجود فين في أبرص قاعد مع مين مع وزير الدفاع الأبرصي وزير الدفاع اليوناني ده يوم 21 ماي في نفس التوقيت امبارع أبرم اتفاقية للتعاون العسكري بين الدول الثلاث فين في أبرص يبقى أبرص واليونان ومصد اتفاقية عسكرية للتعاون العسكري فيه المنطقة منطقة المتوسط وإشادة مصرية بالجهود المبذولة والتعاون المشترك تدريبيا ومهريا وإلى آخر يبقى عندي يا جماعة المشهد بس تخليط عشان ما ينسوش فريق محمد زاكي في أبرص بيلتقي مع وزير الدفاع أبرص اليونان منورة عسكرية في تونس منورة عسكرية في المتوسط في الشمال منورة عسكرية مع إيطاليا منورة عسكرية مع الإمارات منورة عسكرية مع السودان أربع خمس منورات واجتماع سلاسي بين ثلاثة وزراء الدفاع يبقى احنا بنتحرك يا جماعة في نطاق الشمال في شرق المتوسط والأمن البحري المصري اللي بيحافظ وبيدافع عن مقدرات الدولة المصرية في الشمال طيب وفي الجنوب الجنوب وما أدرك ما الجنوب وما نابع النيل وما أدرك ما نابع النيل دول المصاب ودول المنبع في السودان والمناورات في إطار المنطقة في نطاق المنطقة الجنوبية برنيس وخلافه لا تبعد بعيدا عن منطقة الأمن في القرن الأفريقي ووجودنا في الإمارات أمن القوم المصري بيمتد حتى الخليج العربي أمن الخليج من أمن مصري عايز أقول للمصريين ناموا وانتوا نايمئين اتطمنوا أن عندك قوات ساهرة على حماية أمن القوم وانتوا بتشتغلوا اشتغلوا وعرفوا أنه البلد شغال ما بتقفش للرئيس بيقف ولا وزير الدفاع بيقف ولا وزير الخارجية بيقف ولا مدين المخارج بيقف الكل شغال خلية عمل خلية نحل بتتحرك والدليل والمنتج أن بلدنا انتقلت من حالة إلى حالة الرئيس كان بيحلم دايما بتغيير واقع المصريين وكمان تغيير واقع المصريين هيؤدي لتغيير واقع مصر مصر انتقلت من حالة إلى حالة رجعت تاني قامت تاني وقفت عجلها تاني بفضل المجهود أنا بقول للناس اللي قاعدين أنا بقول فيه أسرة للسوشيال ميديا قاعدين ما بيشوفش غير بينقل بيشير بيقول كلام غيره بقول له من فضلك بس لحظة من فضلك لحظة من فضلك بلدك كبيرة قوي وبتتسلح تسليح عالمي وبتتدرب تدريب عالمي ليه؟ علشان الحفاظ على البلد دي البلد دي بيحدودها بصرواتها بأمنها القومي صرواتها اللي في الغاز في الشمال في الشر المتوسط اللي احنا ممكن ننفق الغالي والسامين عليها مش أغلى أبدا أبدا من مية النيل خد بالك اوعى تنسى أن مية النيل والأمن الماء المصري أمن الماء المصري هو قلب الأمن القوم النابض اوعى تتخيل أبدا إن دولة بحجم مصر بجيش مصر بتدريب الجيش المصري ومنورات الجيش المصري وتحرقات البلوميسال المصرية والمخابرات المصرية وجيزة الأمن المصرية وفي الداخل والخارج والشرطة المصرية اللي في الداخل كل دول بيشتغلوا عشان تبقى هذه البلد وقفة على رجليها اوعى تتفكر لحظة او شطانك يلعب بيك او حد يلعب في جميعك ويقولك ان الدولة دي ممكن تفرط في حق من حقوقها اوعى تتخيل لحظة ان الرئيس والذين معه قبل انت ما تقول وقبل انت ما تتمنى ان هم يقبالوا ابدا ان انفرط فيه نقطة مية واللي حب ترمل اوعى تتخيل اوعى تتخيل لحظة ان انت غيرتك على البلد اكتر من هؤلاء حلو انك تغير وحلو انك تقلق وجميل جدا انك انت تتفاعل وتغضب حلو ده كله الوطنية والشعور بالخطر ده ان احنا لسه احياء ان احنا صحيح في وضع كويس كلنا كجماهير لكن اوعى ابدا هذا يقودك انك انت شوك تشكك فيه توجه الدولة وعيقودك ان انت تشكك فيه حمية وحماس القائمين على الدولة ابدا لكن فيه فرق كبير جدا بين واحد ساعة حالتي بتكلم واحد بياخد قرار اللي بياخد قرار بياخده وعارف امتى وازاي وفين ونتائج وايه احنا عايزك تطمن ان احنا في وضع دلوقتي ما بنخافش مصر في وضع دلوقتي ما بتخافش ما بتعملش حساب الا لمصالحها القومية ما فيش حد يقدر يلوى ادراع الدولة المصرية ما فيش حد تاني بقول يقدر يلوى ادراع الدولة المصرية ما فيش حد يقدر يجبر الدولة المصرية على اتخاذ قرار لا يحقق مصالحها ما فيش حد يقدر يجبر الدولة المصرية على عدم اتخاذ قرار في مصلحتها على الاطلاق ثق ثق في هذا مئة بالمئة كل حاجة محسوبة ومترتبة وفيه تصاعب في السيناريوهات والترتيبات اللي موجودة ما فيش حاجة سايبينها للصدفة ما فيش حاجة متسابة للصدفة فيه اي امر من الامور الدولة مرتبة نفسها ترتيب محكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يعطي مساحة للصدفة ولا يعطي مساحة للتجربة والخطأ احنا بقول بنشتغل وفق معادلات وحسابات دقيقة ومعقدة دقيقة ومعقدة انا لا اريد ان يعني اسهب في هذا لكن بس بطم من المواطن على انه في دولة كبيرة دولة محترمة بيقضها اناس شرفاء فاحسنوا الظن بهم وثقوا بهم بلا حدود ومن حق المواطن انه يقلق فالقلق هنا صحي من هنا الى اثيوبيا من هنا الى اثيوبيا وما جرى خلال الساعات القليلة الماضية يستحق ان نوليه اهتمامنا في حلقة اليوم ايه؟ بسرعة بسرعة الادارة الامريكية اعلنت انها محبطة من الجانب الاثيوبي ليه؟ علشان الجانب الاثيوبي بدى غير متعاون وغير متفاعل وغير واثق بالنفسه فيما يخص قضية التجريه في صحيفة الفورين بوليسي سياسة المجال الفورين بوليسي اللي هي السياسة التولية خارجية الامريكية كتب كاميرون هيدسون ده احد جماسين الامريكيين السابقين ورجل الاستخبارات قال احنا بنشعر بالاحباط او الادارة الامريكية بتشعر بالاحباط من اثيوبيا ومن ابي احمد وحاولنا على مدار شهور بارسال يعني مبعوثين من سيناتور كونز وسيد جيفري فلتمن راحوا اثيوبيا وقعدوا مع ابي احمد وقعدوا مع الناس والقوى السياسية هناك ورجعوا محباطين فلتمن قال ان اللي بيحصل او اللي هيحصل في اثيوبيا خطر جدا جدا يكاد يدمر منطقة القرن الافريقي وقال كمان انه اللي احنا شايفينه في سوريا مقارنة باللي هيحصل في اثيوبيا ده لعب عياد ايه قالك لعب عياد اللي بيحصل في سوريا والضحايا واللاجئين والمشاكل كل ده يا جماعة جنب اللي هيحصل من حرب اهلية وضمار داخل اثيوبيا لعب عياد لعب عياد قالك ايه ده ده مين ده السيد جيفري فيلتمن اللي هو مبعوث الرئيس الامريكي لمنطقة القرن الافريقي قالك احنا لقينا فيه تهجير فيه قتل على الهوية فيه اغتصاب فيه ضمار فيه عنصرية في منطقة التجريه فبعتنا لابي احمد قلنا له يا ابي احمد انت عندك فيه كذا كذا في التجريه قال لك هشوف يا سيد سياسي افورقي انت عندك قوات موجودة في التجريه قال ما عنديش وابي احمد قال ما فيش وما عندناش اغتصاب ولا عندنا حاجة جابوا له صور وفيديوهات قالوا يا عم عندك كذا كذا قال تب خليها شوف من شهر 11 و 12 1 2 3 4 5 7 شهور من 7 شهور بينكر ان فيه قوات اريترية من 7 شهور بينكر ان فيه ضحايا اغتصاب جماعي والى اخره النهاردة الامم المتحدة والانتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وثقوا كل هذه المجازر وقالوا ابي احمد ده راجل بيتحك علينا وعميد وبيراوغ ومناور وتحولت اثيوبيا اللي كانت نقطة ارتكاز للمصالح الامريكية في منطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي الى دولة احنا مش فاهمين ايه ايه امريكا اللي بتقول بيقول ان احنا حاولنا ننقذ شيء لم يعد قابلا للانقاذ خلاص خلص ده مين الادارة الامريكية المبعوثين اللي رعوا هناك رجعوا لبيدن قالوا له احنا محبطين ده راجل لا تعرف تاخد معها ولا باطل ده راجل بيجزب ويناور وبيخادع ده قال ما فيش قوات اريترية وطلع قوات ادريلا بسين لبس الجيش الزيوبي ده قال ما فيش وطلع فيه وقال كذا وطلع كذا ده راجل ما عندوش ارادة سياسية بايدن دلوقتي اصبح على قناعة ان الناس دي مش سلكة من الاخر بالبلد يعني عمل ايه خد شوية قرات اولا وقف تأشيرات الدخول لامريكا المجموعة جدا جدا من الاثيوبية جيش وغيره وشورطة وقانا وزعماء خلال ساعات هيطلع اتنين الضغط على سنجل النقد الدولي والبنك الدولي لإيقاف التعامل مع اثيوبية تلاتة وقف المعونات العسكرية والامنية من امريكا والدول الاتحاد الاوروبي الى قديسة بابا ليه بيدوا بيدوا مليار دولار بمساعدة الاثيوبية هيقف ليه لانه لغاية هذه اللحظة اثيوبية بتراوغ وتناول وتكذب امريكا بجلالة اتناها مش عارف تأخذ حق وباطل معزو ليه هو ايه القوة مش قوة لحاجة ده واحد ما قلطع بطاقته ده واحد ما عندوش حاجة خطع ليه هو الخلاصة واحد قاعد كده هتعمل ايه وماشي في الشارع واحد بيحدفك بالطوب هتعمل في ايه هترزعوا على الاتموت هتروح السجن هتعمل ايه بالتالي فيه تعامل امريكا مش عارفة تعمل ايه اتخذت اتدار الامريكية سلسلة من القارات اللي بقول لكم عليه دلوقتي بتكلمه الفورن بوليسي نارشة بابتها هذا الكلام ان احنا بصرد عمل كاد لانه الوضع في اثيوبيا لم يعد كما كان او ما كان متصورا ده انا بقوله ليه الحاجات بحكي حدويت لا طبعا ده هينعكس على موقف مصر الدولي فيما يخص سد النهضة ليه احنا بنقول يا امريكا يا جماعة يا تحاد اوروبي يا جماعة المجلس الامن والتحاد افريقي اثيوبيا دولة غير جادة ما عندهمش ارادة سياسية بيلعبوا بينا في موضوع سد النهضة بيلعبوا بيكسبوا وقت بيحول ليكسب بيفرض امر واقع الناس لو كنت بستنى نشوف طبعا احنا ندخل كل واحد متخل نروح يتبع ابي احمد اللي واخد جايز نوبيل السلام يقنعه الادارة الامريكية اكتشفت ان راجل ده راجل يعني ما فيش لا بيحل ولا بيربط راجل ماليوش مالكة يعني فالادارة الامريكية خانت فبالتالي اصبحت الادارة الامريكية على يقين وقناعة بثبات وصحة موقف مصر اللي بيقول يا جماعة الناس دي ما عندهم شراطة سياسية سيبونا ناخد حقنا بقى يعني دي الخلاصة الخلاصة احنا بندعو العالم الى المشاركة والضغط على اثيوبيا من اجل الوصول والتواصل الى حل ملزم واتفاق ملزم وقانوني قبل الملء الثاني مش عايزين اي اجراءة اوحدية واحنا قادرين ان احنا ناخد حقنا بترعنا لكن احنا بنحترم القانون الدولي واحنا دولة محورية ودولة مؤسسة التحاد الافريقي ودولة محورية في الاقليم بالتالي بيقول الامم المتحدة وامريكا والتحاد اوروبي وروسيا والصين يا جماعة شهدوا على اثيوبيا النهاردة اكبر الداعمين لاثيوبيا كفر بهم الامريكان كفروا باثيوبيا خلاص ده نتيجة مين ده نتيجة التواصل اللي حصل خلال الفترة الماضية طيب خلينا اقول لحضراتكم انه في نفس التوقيت سيوبيا قالت ابدأ لي من نفسي راحوا حولوا نهاردة 53 جندي نهاردة 53 جندي بتهم القتل والاختصاب باقليم التجارية اخيرا اعترفوا عشان يحاول يردأ امريكا قال خلاص ان فيه 53 عسكري ودناهم على المحكمة عشان يشوفوا كيف يعني قاموا بعملية اقتصاب من عدمها والراجل فكركم الراجل بتاع البطريارك بتاع الكنيسة الارثوذكسية في دي سبابا طلع وعمل 14 دقيقة وقال يا جماعة ده فيه اقتصاب وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وارسل جبتلكم صورة منه جبتلكم فيديو منه في هذا التوقيت يا جماعة يا جماعة اللي حصل كله بيصب في الآخر في مصلحتنا انه احنا احنا دولة محترمة الناس دي بتراوغ وامريكا كنتشفت انه بيروه لكن انا تقديري هو ليه ابي احمد واللي معاه بيعملوا كده هل هم اقوياء طبعا لا 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 طبعا طبعا لهم ما سنجل على امريكا اهل امريكا كفرت بهم طب ما لهم ايه يعني مقطعين بطاقتهم يعني محنش يدري ملي حاجة واحد في الشارع يعني كده ولا ايه ولا فيه استناد على مصالح صينية داخل اثيوبيا انا بسأل تساؤل لانه فيه استثمارات صينية ضخمة داخل اثيوبيا حتى في السد هل بتستند اثيوبيا الى ضهر صيني ولا ده يعني كلام استنتاج في غير محله امريكا عارفين ان امريكا بتقول اثيوبيا في منطقة شرق افريقيا مركز لامن القوم معروف امريكا نردى بتقول لا والله لا الموضوع ده بس صعب جدا وانتو بتنسوش انه من ايام الى ثلاثي كانت اثيوبيا شعوعية دولة شعوعية والتعادل صوفيتي الى اخيره بيحاولوا يتحللوا من هذا فالموقف داخل اثيوبيا احنا بنشرحه من زمان التجري والامهرة والارومو وعفار والصوماليين وبني شنقون كله بيأكل في بعضه الوضع الداخلي مهترق تصبح دويلات وتتحلل وتتفكك بيجيبوا سد النهضة انه هو هيجيب للناس اللبن العصفور وفي النهاية انه مصر مش عايزاكوا تبقوا كويسين فيكرهوا مصر فيتجمعوا على كراهية مصر مين اللي بيعمل كده ابي احمد ورفاقون خلينا اقول لحضراتكم انه ايضا فيه حشود عسكرية اثيوبية دخلت الى الاراضي السودانية خلال الفترة الحالية وفيه استرداد لعشرين الف فدان قوات سودانية قامت بترضي الاثيوبين منها لكن الاثيوبين يبدأ انهم مخدمين على معركة فاصلة مع السودان في هذه المنطقة السوبيا بتأكد على لسان وزير خارجية ان هي موعد مال لسد النهضة هيبقى في وقته وارساله لمصر والسودان ان احنا مش نأذيكم الخارجية المصرية مبارح طلعت وقالت انه اي اجراءات احرية مرفوضة ومصر عندها ادواتها اللي تقدر تحافظ بها على امنها القومي وامنها المائي وفي داخل اثيوبيا مجموعة من الناس الناشطين عملتوا جمعات وراحوا بيخبطوا على السفرات راحوا سفرات امريكا وعملين يقولوا ما تدخلوش في شؤوننا حركة يعني حركة داخل اثيوبيا من الناشطين ترقى ابواب السفرات لا تدخلوا في شؤوننا عايزين نعيش ودي حركة طبعا حركة حكومية طبعا النهاردة في واشنطن السيدة ليندا توماس اللي هي منذوبة امريكا في الامم المتحدة قالت كلمة مهمة جدا 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 وقالت انه اعلان المبادئ في 2015 وبيان يوليو تعد تحدي افريقي هو اساس مفرد صد النهضة بتقول انه كلام مهم جدا اهو انه لازم يكون في نتائج في اتفاق ملزم بين الاطراف الثلاثة ودعت لتحدي افريقي وكلمت رئيس تحدي افريقي انه احنا قدامنا طريق واعر وصعب لكنه لازم نوصل فيه لنتائج حالية ابقى بدأت امريكا تتحرك ادي المتحدثة باسم الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة مندوبة امريكا في الامم المتحدة مندوبة الولايات المتحدة الامريكية في الامم المتحدة لان دا توماس بتقول اعلان المبادئ وبيان يوليو في 2020 هم اساس التفاوض اللي لازم نخلص منه أمريكا بدأت تتحرك فيما خص سد النهضة النهاردة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع وزير الخارجية القبرصي وحضر المقابلة سيد سامح شوكري وزير الخارجية ويأكد الرئيس على حرص مصر على تعزيز العلاقات بين الجانبين والعلاقات الوطيدة بين مصر الحقيقة وبين قبرص على المستوى العسكري ومستوى التجاري مستوى الطاقة ومستوى الغاز وزير الخارجية النهاردة موجود قبل سيد سامح شوكري وتقابل مع السيد الرئيس زي ما حضراتكم شايفين في هذا الفيديو والرئيس يعني تلقى رسالة من شقيقه الرئيس القبرصي تؤكد على استمرار التعاون بين الجانبين أيضا سيد الرئيس النهاردة التقى مع رئيس أكبر شركة ألمانية في مجال صناعة مكنات الخراطة فائقة الدقة وحضر المقابلة سيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيد فريق عبد المنعم التراس رئيس الهائلة العربية للتصنيع ومجموعة من المختصين والرئيس زي ما قال السفير بسام رادي وجه بضرورة التعاون وتوطين الصناعة خاصة إنشاء مصنع في مصر رقمي لإنتاج مكينات الخراطة فائقة الدقة تخيلوا أنا بعمل أتكلم يا جماعة وبقول غزة وفلسطين وأمريكا والتحاد أوروبي وأسيوبيا والأمن المائي والمناورات وغيره والرئيس بيقابل يقابل وكمان مهتم بصناعة مكينات وخراطة ومصانع وتوطين صناعة هي دي إدارة الدولة إدارة الدولة ما بتسيبش حاجة للصدفة إدارة الدولة ما بتسيبش حاجة للصدفة بقية إن شاء الله أقول لكم إن في أخبار يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام العالمية عن انتحار أبو بكر شيكاو أبو بكر شيكاو هو قائد بوكو حرام في نيجيريا هل قتل؟ هل انتحر؟ غدا نلتقي دمتم في أمن الله اشتركوا في القناة